بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم برنامج الميني تول برتشن وزرد عملاك إدارة والتحكم في الهارد في الفلاشات وكروت الممري بآخر التحديثات أو بأحدث إصدارات البرنامج بتقدر إنك تدير بيه الهارد بشكل كامل إنك تقسمه أو تعمله فرمات أو تزود بيه مساحة الأقراص تحول الهارد من ديناميك إلى بيزيك أو العكس تحول الهارد من إم بي آر إلى جي بي تي تفرمت الهارد بالكامل أو كورس محدد وتعيد إنشاؤه من جديد تعمل فرمات للفلاشات وكروت الممري الغير قابلة للفرمات والكثير من المزايا والخصائص الأخرى المتعلقة بإدارة وتخصيص وحدات التخزين باختصار أي شيء متعلق بوحدات التخزين تقدر إنك تعملها باستخدام هذا البرنامج الميني تول برتشن وزرد لإن البرنامج ده مميز جدا في إدارة والتحكم في جميع وحدات التخزين خلينا نبدأ في تحميل البرنامج من الموقع الرسمي طبعا بعد ما تعمل لنا أو تقدم دعم لهذا الفيديو بلايك ومن ثم نبدأ في تثبيته واستعراضه من الموقع الرسمي هتضغط هنا على download now هيبدأ البرنامج في التحميل معك بشكل مباشر بعد التحميل هتفتح الموقع اللي نزل فيه البرنامج عندك وdouble click عليه تبدأ فيه عملية تثبيت اعتيادية أو عادية من هنا بتقدر إنك تحدد لغة عرض البرنامج لكن البرنامج مش بيدعم اللغة العربية فهنسيبه على الإنجليزية بشكل افتراضي بعد ذلك اوكي بعد ذلك هنا في صفحة التثبيت دي بيستعرض عليك الفرقات ما بين الإصدار المجاني والإصدار البروفيشنال طبعا الإصدارات المدفوعة أو البروفيشنال بتكون بتحتوي على جميع خصائص البرامج ولكن البرنامج بيتيح ليك استخدام النسخة البروفيشنال بشكل مجاني لفترة زمنية محددة أو بإمكانك استخدام الخيار رقم اتنين لاستخدام النسخة الفري أو تثبيت النسخة الفري بشكل كامل فهنختار الخيار الأول لاستخدام النسخة البروفيشنال بعد ذلك نيكست بعد ذلك هنا من صفحة التثبيت التالية بيكون في عندك الخيار الأول وده برنامج الميني تول برتشن ويزرد نفسه لإدارة الأقراص واستعادة البيانات والخيار التاني برنامج تاني بشكل منفصل مدمج مع برنامج الميني تول تقدر أنك تستخدمه في أغز نسخة احتياطية والاستعادة فلو أنك مش محتاجه تقدر أنك تشيل التحديد من عليه وتكتفي فقط بالميني تول برتشن والخيار الأخير هنشيل علامة صحي من عليه لأنه خاص بعملية إرسال بيانات التشخيص وما إلى ذلك إلى الشركة المصنعة فهنشيل علامة صحي من عليه بعد ذلك نيكست ثم نيكست ويبدأ مباشرة في التثبيت طبعا هذه الخطوة بتحتاج إنترنت لأنه بيتم تحميل مكونات أو تكوينات البرنامج بشكل كامل من خوادم الموقع أو الشركة المصنعة هتنتظر بعد الوقت اللي حين انتهاء عملية التحميل والتثبيت بعد انتهاء عملية تثبيت البرنامج هتلاحظ أنه تم إنشاء عندك آيكونتين على سطح المكتب آيكونة للميني تول برتشن وزارت برنامج إدارة الأقراص وآيكونة أخرى لبرنامج النسخ الاحتياطي والاستعادة فهنضغط على فنش وهيبدأ البرنامج مباشرة يفتح معاك على الوجهة الرئيسية للبرنامج في أعلى البرنامج بيكون في عندك المزيد من الأقسام المسيرة للاهتمام داخل البرنامج القسم الأول داتا باك أب وده خاص بالبرنامج الأول المدمج داخل برنامج الميني تول الخاص بالنسخ الاحتياطي والاستعادة لو إنك ضغط عليه فبيفتح معاك برنامج منفصل بتضغط على كيب ترايل لاستخدام البرنامج بشكل تجريبي هنا في الوجهة الرئيسية بيكون في عندك مصادر الباك أب يظهر هنا عندك كل الأقراس أو كل البرتشنات اللي موجودة على الجهاز عندك وهنا معلومات النظام عندك وفي الأسفل نسخ الاحتياطية الأخيرة ونكست باك أب نسخة الاحتياطية التالية وهنا وده خاص بإنك لو كنت واخد نسخة احتياطية من الويندوز عندك تقدر إنك تستعدها بيكون في عندك قسم وده خاص بالنسخ الاحتياطي من الملفات اللي موجودة على الأقراس عندك طبعا بالنسبة لي هنا في هاردين موجودين على الجهاز فده الهارد الأول ده الهارد التاني لو إنك عايز تاخد نسخة احتياطية من كامل الهارد مسلا فبتضغط على الهارد المحدد اللي انت هتاخد منه نسخة احتياطية بعد ذلك بيكون في عندك قسمين قسم الاول لو إنك عايز تاخد نسخة احتياطية من كورس واحد محدد او من الديسك من كامل الهارد والقسم الثاني للنسخ الاحتياطي لبعض من الملفات اللي موجودة على الجهاز عندك فبتضغط عليه وبتتوجه الى الكمبيوتر عندك لتحديد هذا الكورس ونسخ منه ملفات محددة او من الملفات الشخصية او من المكتبة عندك كذلك او ده من خلال بتقدر انك تحدد كورس محدد يتم منسخه احتياطيا او كامل الهارد يتم منسخه احتياطيا بتحدد اذا كان كورس او كامل الهارد واوكي بعد ذلك بيكون في عندك هنا دي مصادر النسخة الاحتياطية وهنا الواجهة بتضغط عليه وبتحدد اذا كان الجهاز اللي انت عايز تنسخ عليه احتياطيا ده جهاز خارجي موصل على الجهاز عندك او اذا كان موجود في نفس الجهاز بتحدده اوكي وبيبدأ فيه النسخ الاحتياطي بكل بساطة. بعد ذلك هنا قسم المزامنة ده لو انك كنت اواخد نسخة احتياطية وفي ملفات جديدة محتاج انك تضيفها على النسخة الاحتياطية دي فبتبتدي من قسم هنا انك تحدد الملفات اللي انت عايز تضيفها على النسخة الاحتياطية دي سواء كانت من ملفات المستخدم او من الكمبيوتر او من المكتبة عندك. بعد ذلك قسم ده للاستعادة طبعا لو انك كنت اواخد نسخة احتياطية ومحتاج انك تستعدها. فبتعمل لها اضافة من هنا بعد ذلك بتبدأ فيه اجراءات استعادتها. بعد ذلك هنا لو فيه نسخ احتياطية موجودة عندك على الجهاز محتاج انك تضيفها انك تعدل عليها وما الى ذلك. بعد ذلك هنا قسم وهنا بعض الادوات المهمة جدا. بيكون فيه عندك هنا ادات انشاء الوسائط اللي تقدر انك تستخدمها في حرق نسخ الويندوز مسلا على الفلاشة والاد بوت مينيو لو انك محتاج انك تضيف انظمة في قائمة البوت او تحذف انظمة من قائمة البوت. ايضا اداة كلاون ديسك استنساخ الاقراس لو محتاج انك تستنسخ اقراس او تعمل نسخ الكورس بالكامل. ايضا عندك اداة ريموت الاتصال البعيد لو محتاج انك تتصل او تدير او تتحكم في اجهزة اخرى. فبرنامج النسخ الاحتياطي والاستعادة المدمج في برنامج الميني طول ممتاز جدا ومفيد وبيتمتع بالعديد من الخصائص. بعد ذلك بيكون فيه عندك هنا قسم وده بمثابت برنامج استعادة الملفات المحزوفة. بنفس الكافية لو فيه عندك اي قرص متصل على الجهاز تم حزف منه اي ملفات بتقدر انك تعمله اسكان لاستعادة هذه الملفات. ايضا فيه عندك قسم استعادة الاقسام على سبيل المثال لو في قسم او كورس او تم حزفه بالكامل. فباستخدام هذا القسم تقدر انك تفحص الجهاز عندك وتستعيد كورس تم حزفه بالكامل. ايضا عندك قسم ده من خلاله بتقدر انك تعمل تحليل لوحدات التخزين عندك عمليات القراءة والكتابة وسرعة وحدات التخزين. كذلك الحال فيه عندك قسم وده قسم من خلاله بتقدر انك تعمل تحليل الاقراص عندك او للفلدرات والملفات اللي موجودة عندك. ومن خلاله طبعا بتقدر تعرف اكبر الاقسام او اكبر المحتويات اللي موجودة عندك اللي مساحتها كبيرة وبتشغل مساحة كبيرة من كورس النظام عندك او من الملفات المقزنة بشكل عام عندك على الهارد. نرجع الى البرتشن منجمينت ادارة الاقراص الوظيفة الاساسية والاهم لبرنامج الميني تول برتشن وزرد. لادارة والتحكم في جميع وحدات التخزين عندك. طبعا في الوجهة الرئيسية هنا بيكون في عندك جميع وحدات التخزين في المقدمة بتزهر معاك مقسمة الى اقسام رئيسية. كل قسم بيكون امامه كده ديسك واحد. ده معناها دي واحدة التخزين واحد. ودي الاقسام الفرعية منها. لو في عندك ديسك اتنين اللي هو هارد تاني. بيكون ايضا موجود عندك قسم اساسي. ودي الاقسام الفرعية. ايضا لو في عندك فلاشة بتكون مسلا ديسك تلاتة. اي وحدات التخزين موصلة عندك هتظهر هنا بشكل مقسم فوق. وايضا بنفس الكيفية مقسمة بهذا الشكل في القسم السوفلي. ديسك واحد ده الهارد واحد. ديسك تو هارد اتنين. وديسك سري دي الفلاشة اللي موجودة عندي. طبعا اصهل طريقة التعامل مع البرنامج وادارة الاقراص بتكون من خلال الجزء السوفلي ده. كزلك الحال بتكون من خلال قائمة طبعا قائمة او خصائص البرنامج بتكون على حسب الوظيفة اللي انت محتاجها من البرنامج. يعني مسلا على سبيل المسال هذه الفلاشة اللي موجودة في الاسفل. زي ما انتم شايفين كده تقسمها ام بي ار. عايز احولها الجي بي تي. كزلك الحال لو عندك هارد ام بي ار. عايز تحوله الجي بي تي. كل هذه الامور بتتم هنا داخل البرنامج بسهولة ويسر. تقدر طبعا انك تدير الاقراص من خلال الويندوز. ولكن بتكون في قاعدة ملتزم بها الويندوز وبعض القيود اللي مش بتسمح ليك باجراء الكسير من التغيرات باستخدام ادارة اقراص الويندوز. لكن باستخدام هزا البرنامج بتقدر انك تدير دون اي مشاكل. على سبيل المسال هذه الفلاشة مسلا عندك انك عايز تحوالها من الى طبعا هذا الكلام ينطبق على اي قرص. اخر. كليكي من عليها. بعد ذلك بقول له وبحددها بعد ذلك ثم او بيبدأ مباشرة في تحويل الفلاشة. ايضا بنفس طبعا لو انك عايز تتراجع عن اي تغير انك اجرته. قبل ما بتضغط على بتضغط على اندو. للتراجع عن هذا التغير. مسلا عندك الفلاشة دي او كارت المومري غير قابل للفورمات. فكليكي من عليه بعد ذلك بتختار فورمات. ثم او بيبدأ في فورمات الفلاشة بتاعتك. حتى لو انها كانت غير قابلة للفورمات بالطريقة الاعتيادية في الويندوز. او كليكي من عليه وتقدر انك تعمل لقدريت انك تعمل لهذا الكورس او هذه الفلاشة حسف بشكل كامل. ثم بعد ذلك تقدر انك تكرتها او تنشئها مرة اخرى. بعد ذلك لتطبيق الطائرات ولكن طبعا زي ما انتم شايفين كده في العديد من خصائص البرنامج غير مجانية ومش بتتم غير لو انك استخدمت النسخة المدفوعة. فاستخدام البرنامج سهل جدا. على سبيل المثال مسلا لو انك محتاج انك تاخد مساحة من كورس. انك توسع مسلا في عندك كورس السي امتلأ. وانك محتاج انك تضيف له مساحة. فبكل بساطة بتيجي في الكورس اللي موجود جنبه وكليكي من عليه بعد ذلك بتعمله بتضغط عليها بيفتح معك هذه القائمة. من هذه القائمة بتبتدي انك تحدد المساحة انت محتاجة في اي اتجاه. طبعا كورس السي هنا في البداية. فلازم ان المساحة الفاضية اللي انت هتستقطعها من الكورس اللي بعده تكون ما بين الكورسين. مما يعني ان احنا هناخد مساحة من الكورس هنا من ناحية الشبال. طبعا بتبتدي تسحب كده وهنا بتبتدي تظهر معك المساحة بالجيجا بايت. على سبيل المسال مسلا ممكن نستقطع مساحة خمستاشر جيجا. بعد ذلك اوكي. طبعا لو انك عايز المساحة تكون ناحية اليمين هتضيفها لكورس ناحية اليمين. فتقدر انك تاخد مساحة من ناحية اليمين. لكن احنا مسلا هنزود السي فهناخد مساحة فاضية من جهة السي. بعد ذلك اوكي. هتلاقي زي ما انتم شايفين ان ظهر معانا مساحة فارغة لكورس جديد مساحته خمستاشر جيجا. عايز اضيفها بقى على السي. فبتدي ان اقف على السيك للكيمين. وبعد ذلك بقول له مباشرة بيبتدي اتعرف على المساحة الفاضية اللي جنبه. وبيضمها الى كورس سي. بيقول لي هنا في مساحة فاضية مساحتها تس خمستاشر جيجا. ببتدي اقول له اوكي. مباشرة بيبتدي ان هو يضمها لي هنا لكورس سي. عايز اطبق التغيرات دي بضغط على ابلاي ثم اوكي لبدء تطبيق التغيرات وبالتالي وبشكل سريع جدا هيتم اضافة مساحة جديدة الى كورس ال سي لو عندك مشكلة في عملية امتلاء كورس ال سي وعايز تاخد له مساحة من كورس جنبه بنفسها هذه الكافية لو انك عايز تاخد مساحة من كورس تاني الى كورس اخر مش بالضرورة ال سي بنفسها الكافية بتغفر الكورس اللي بعده وبتستقطع مساحة ناحية الكورس اللي انت عايز تزوده بعد ذلك بترجع انك تضيفها الى هذا الكورس وابلاي واوكي وبيتم تطبيق الطائرات نفس هذه الكافية لو انك محتاج انك تنشئ كورس جديد على سبيل المثال انك تنشئ كورس جديد لتخزين الملفات في عندك كورس مسلا مساحته كبيرة وعايز تاخد منه مساحة تعملها كورس جديد فاكليك مين عليه بعد ذلك ومن ناحية اليمين الخاص بالرصيص بتبتدئ انك تعمل تحجيم لهذا الكورس تاخد منه المساحة اللي انت عايزها على سبيل المثال مسلا هناخد مساحة تلاتين جيجا الخيار اللي بيكون في الاسفل بعد ذلك اوكي بعد ذلك بينشئ لكورس جديد بالمساحة اللي انت اخترتها او اللي انت حددتها بتبتدي انك تنشئ او تكرية بقى هذا الكورس بيحس ان بعد ذلك الكورس يظهر معك في مستكشف الملفات كليك يمين عليه بعد ذلك وبتبتدي هنا انك تسمي الكورس بتاعك بالاسم اللي انت محتاجه او هتسمي به هذا الكورس لو انك عايز تسميه باسم يعني بعد ذلك من هنا بتبتدي انك تحدد ازا كان هذا الكورس بريماري او ازا كان بعد ذلك هنا نوع تقسيم الملفات بعد ذلك هنا حرف الكورس واوكي وبكل بساطة بيتم انشاء هذا الكورس ايضا ابلاي واوكي وبيتم تطبيق التغيرات معك ايضا لو عندك مشكلة من مشاكل عدم القدرة على انشاء العديد من الاقراس نتيجة ان الهارد عندك بيدعم تلاتة او اربعة فقط واحد فتقدر تحل المشكلة دي عن طريق انك تحول كورس من الاقراس ال الى بعد ذلك تقدر انك تنشئ كورس جديد فبكل بساطة بتعف على اي من الاقراس القديمة اللي موجودة عندك وتبتدي من قائمة تحدد خيار تحويل هذا او هذا القرص الى بتضغط عليها ثم ابلاي اوكي وبيتم تطبيق التغيرات وتحويل هذا القرص من الى بعد ذلك تقدر انك تنشئ كورس جديد دون اي مشكلة ايضا على سبيل المسال تقدر انك تستخدم البرنامج ايضا في دمج اتنين برطشن لو في اتنين برطشن بجوار بعض وتقدر انك تدمجهم في برطشن واحد ولكن هذه الوظيفة متاحة لنظام الملفات الان تي اف اس لو انك عندك كورس فات او فات اتنين وتلاتين عايز تدمجه الى ان تي اف اس او العكس يجب ان القرصين يكونوا ان تي اف اس فلو عندك كورس فات اتنين وتلاتين مسلا يجب انك تحوله اولا الى الان تي اف اس يكليك يمين عليه بعد ذلك كونفرت ان تي اف اس تو فات طبعا هزا الكورس ان تي اف اس لو انك عايز تحوله الى فات لكن انا عايز احوله الى عكس لو انه كان فات اتنين وتلاتين او فات مسلا فاكليك يمين عليه هتلاقي ان هذا الخيار مختلف. التحويل من الفات الى الان تي اف اس. بعد ما هتحوله ايضا بنفس الكافية بلاي واوكي تطبيق التغيرات. بعد ذلك تبدأ في دمجه. كليك يمين على الكورس اللي انت عايز تدمج له الكورس الاخر. بعد ذلك خيار ميرج. هتضغط عليه. بعد ذلك هتبتدي انك تحدد الكورس اللي انت عايز تزوده. هتحدده ونكس. بعد ذلك هتحدد هنا الكورس التاني اللي انت عايز تضيفه له الكورس الاول هتحدده وزي ما انتم شايفين تم دمج الكورسين دون اي مشاكل. بعد ذلك ايضا بيتم تطبيق التغيرات. ايضا لو في عندك كورس محتاج انك تقسمه الى جزئين مسلا فاكليك يمين عليه. بعد ذلك بعد ذلك هنا بتحدد هنا في الجزء التاني مساحة الكورس التاني. بتبتدي انك تسحب تحددها تزود او تنقص بعد ذلك اوكي. وبيتم انشاء لكورس جديد او تقسمة هذا الكورس الى كسمين. ايضا تقدر انك تستخدم البرنامج في استنساخ الاقراص. يعني على سبيل المسال لو ان في عندك كورس محتاج انك تنسخه بكل محتويات هذا الكورس في كورس اخر جديد. اولا يجب انك تخصص مساحة جديدة مساحة فاضية بكورس جديد للكورس اللي انت هتستنسخه. ما تقدرش انك تستنسخ كورس في بيانات الى كورس اخر في بيانات. يجب ان الكورس اللي هتنقل في البيانات يكون فاضي. مساحة غير مستخدمة. فبتبتدي طبعا انك تنشئ كورس جديد بنفس الكيفية اللي استعرضنا على حضراتكم. ولكن يجب انه يكون مساحة غير مستخدمة. يعني مسلا هذا الكورس موجود عندي كريك كيمين عليه وهعمله دليت. كده ان دي مساحة فارغة. دي وقت مسلا الكورس اللي جنبه ده. انا محتاج انسخه في الكورس ده. كريك كيمين عليه بعد ذلك كوبي. ومن هنا ببتدي اني ابحث او احدد عن الكورس الان بحدده بعد ذلك نكس. ثم زي ما انتم شايفين كل محتوى تلكورس ده تم استنسخها ونقلها هنا في الكورس التاني. ايضا ايضا ابلاي واوكي وبيتم تطبيق التغيرات معاك دون اي مشكلات. ايضا احدى خصائص البرنامج المهمة. ايضا طبعا في بعض الخصائص البسيطة الاخرى الغير مهمة نقدر اننا نعملها من خلال خاصية ادارة الاقراص على الويندوز. زي على سبيل المثال تغيير حرف الكورس الخاص بالبرتشن عادة تسمية وما الى ذلك من هذه الامور البسيطة. ولكن هنا بنستعرض اهم الخصائص على البرنامج المفيدة اللي ما بتقدرش انك تعملها من خلال ادارة الاقراص على الويندوز. على سبيل المثال هذه الاداة هزي الاداة بتبتدي ان تفحص الهارد عندك واستكشاف الاماكن المعطوبة او التالفة. او في الغالب يعني كده اكتشاف الاماكن اللي ممكن يكون عليها على الهارد عندك هنا من خلال هذا الزر باللون الاحمر وتجنبها بحيث ان الويندوز ما يستخدمهاش او يتعدها. فبتضغط هنا على ستارت نوع بيبدأ مباشرة في عمل حاجة كده زي لغاء تجزئة لاستكشاف الاماكن التالفة او التي لا تعمل على الهارد عندك. طبعا هزي اللي عملية بتصارك الكثير من الوقت فهنبتدي اننا نعمل ايقاف لها. الخاصية التالية المهمة جدا في حال انك محتاج انك تبيع الهارد بتاعك او تبيع الجهاز بتاعك. يعني بحيث ان لو في احد اشترى هذا الجهاز ما يقدرش انه يستعيد اي بيانات من اللي كانت موجودة على الهارد ده. فدي تقدر انك تقوم بها من خلال الضغط على كورس واحد لعمل فرمات شامل لهذا الكورس من خلال او تقدر انك تقوم بها من خلال الضغط هنا على الديسك نفسه الاساسي بحيث كليك يمين عليه بعد ذلك هيتم فرمات هذا الكورس بشكل نهائي لعدم بعد ذلك على استرجاع من عليه اي بيانات. بتحدد الخيار الاخير واوكي بعد ذلك ابلاي واوكي تطبيق التغيرات وبيتم التخلص نهائيا من الملفات اللي كانت على هذا الهارد او الكورس وعدم القدرة على استرجاعها مرة اخرى. بعد ذلك جزء التنقل اللي موجود على اليسار ده دي كل الخيارات دي هي نفس الخيارات اللي تكلمنا عليها في قائمة كليك يمين. ايضا لما انك بتضغط كليك يمين على كورس فالاجراء اللي هيتم من خلال قائمة كليك يمين دي بيتم على كورس واحد. لكن لو انك عايز تعمل اجراء على الهارد بالكامل فبيكون من خلال الديسك من برا. كليك يمين عليه. كل هذه الاجراءات بتتم على الهارد بالكامل. يعني على سبيل المسال عمل دليت للهارد بالكامل. كوبي للهارد بالكامل. اختبار على الهارد بالكامل. استعادة البيانات للهارد بالكامل في حال ان تم حزف ملفات من الهارد. او حزف الهارد بالكامل. او التحويل من جي بي تي الى ام بي ار او العكس من ام بي ار الى جي بي تي. وطبعا في خيار مش موجود هنا الخاص بالديناميك. التحويل من الديناميك الى بيزيك. في حال انك عندك وعايز انك تحوله الى بيزيك بتضغط عليك للكيمين وبيكون في خيار هنا للتحويل من الديناميك الى البيزيك بكل بساطة. وكل الاجراءات اللي بتتم على البرنامج باستثناء طبعا عمليات الحزف والدليت والفورمات بتتم دون فورمات او دون فقدان اي ملفات. وبكده نكون استعرضنا على حضراتكم شرح مفصل لبرنامج قوي جدا ومميز جدا في ادارة والتحكم في جميع وحدات التخزين على الكمبيوتر عندنا. نتمنى لو ان عجبكم هذا الشرح يكون فيه دعم لهذا الفيديو بلايك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.